موسيقى 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 بالخير والمحبة هذه طالة جديدة من ملف اليوم نتابع فيها وإياكم موسيقى حماس تمنع فعالية لافتتاح صورة الشهيد ياسر عرفات المقررة غدا موسيقى الاستيطان سياسة موحدة لجميع حكومات الاحتلال المتعاقبة موسيقى المجلس الثوري لفتح يشارك في دعم صمود المواطنين في محافظة سلفيت موسيقى أهلا بكم سيداتي وسادتي نبدأ وإياكم مباشرة في المحور الأول والمتعلق بمنع حركة حماس للفعالية المبدئية في طار فعاليات إحياء ذكرى رحيل الشهيد الخالد فينا ياسر عرفات حيث قامت حماس بمنع فعالية تتعلق بصورة للشهيد ياسر عرفات مباشرة في حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأيضا سيد إياد نصر عضو المجلس الثوري لفتح نبدأ معك سيد روحي مساء الخير أهلا مساء النور ما هي دلالات منع حماس لهذه الفعالية الرمزية في الوقت الذي نتحدث فيه عن أجواء التقارب والأجواء الإيجابية التي أيضا لها علاقة بالانتخاذات يعني هذا بدلل على أنه يعني السياسة التعطيل والسياسة المنع وعملية تتخص في أبل الواقع على الفعاليات الوطنية الفلسطينية وخاصة فعالية أحياء الذكرى التنوية بالشهيد الخالد ياسر عرفات بفعالية وطنية لا تخص على كفة الوحدة سلتخص الشعب الفلسطيني ونحن في خضم للحديث الجدي والمتواصل عشاء من أجل الانتخابات العامة الشعية والرئاسية المفروض من حماس أن تواصل الأجواء الإيجابية التي تروح إذا أن هناك في جديد استجاه نحو الانتخابات ولكن هذا يدل على أن حماس سيجد أن تضع كل العرصين لتعطيل العملية الانتخابية من هنا نقول على حماس أن تراجع مواقفة السمدية لتجاه هذا لا يكسب شيء هذا بالعكس يكسبها نزيد من العداء من خلال الشعب الفلسطين ومن خاصة هذه ذكرى خالدة من خلال الشعب الفلسطين وذكرى أحياء بلسات الشعير الفلسطيني ومن ثلاثة حماس تقوم بهذه الممارسات وهي رسالة واضحة للجميع أنها لا تريد أن تواصل الأجواء والمناخات الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيرة في الانتخاب سيد روح يسمح لي أن ننتقل أيضا إلى سيد إياد نصر والذي ينضم إلينا أيضا عبر الخط الهاتف سيد إياد ما الذي يزعج حماس من صورة للشهيد الخالد فينا جميعا الشهيد الرئيس الراحل ياسر عرفات ما الذي يزعجها من الصورة؟ يعني بداية مساء الخير لك وضيفك الأخرة وفي فتوح والذي يزعج حماس أولا هذا أمر مستهجم بكل الأحوال يعني لا أعتقد بأن صورة الشهيد ياسر عرفات تزعج سوى الخارجين عن الصف الوطني ولا تزعج كل من يؤمن بمسيرة النضال التي قادها ياسر عرفات وما يشكله ياسر عرفات في معادلة النضال الفلسطيني هو مؤسس الثورة الفلسطينية المعاصرة في اعتقادي عندما ذهبنا إلى تجديد صورة الشهيد الخالد ياسر عرفات في الجنب المجهود هذا كان أمرا موتادا لدينا في قطاع غزة لنرفع الستارة عن صورة جديدة للشهيد الرمزة القائد ياسر عرفات لكن حتى بعد أن أبدت حماس وبعد أن طلبنا من خلال لجنة القوى الوطنية والإسلامية وأبدت موافقتها على ذلك عادت وأبلغتنا بالمنع هذا الأمر متهجا وخاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي نتجه بها إلى الانتخابات وإلى إنهاء حقبة سوداء من الانقسام الفلسطيني بطريقة الاختراع والخروج مع شعبنا من هذه الأزمة التي أنهكته وأنرقته إلا أن حماس بسلوكها تؤكد إصرارها على عرقلة مسيرة الوحدة الوطنية وتؤكد على وضع عقبات تخلق وتوتر حالة الإيجابية التي نتجه بها فلسطينيا وإصرار السيد الرئيس على أن نخرج من هذه الأزمة بالاختراع وبإحكام هذا التباين عن فلسطين الفلسطيني إلى صوت الشعب وأن يكون صندوق الاختراع هو الحكم ولكن حماس برغم خروجها للعنام بخطاب يوهم السامع ويوهم المشاهد بأنهم يتجهون حقيقة إلى الوحدة الوطنية ويتجهون إلى الانتخابات وهذا السلوك على الأرض يؤكد أنهم يضعون العقبات أمام مسيرة الانتخابات وأمام مسيرة الوحدة الوطنية الفلسطينية لا أعتقد أن صورة الشهيد الخالد ياثر عرفات تزعج أحدا لا أعتقد أن صورة الشهيد ياثر عرفات التي وقفت له قيادات الثورات العالمية ووقفت وعظمته أحرار العالم يزعج أحدا ولا يزعج سوى من لا يؤمنون بثورتنا الفلسطينية ولا يؤمنون بنضائنا شكرا لك سيد إياد نصر عضو المجلس الثوري للحركة فتح وأعود مرة أخرى إليك سيد روحي عضو مركزية فتح كما استمعنا من السيد إياد كانت وافقت حماس ثم عادت ورفضت ومنعت تجديد هذه الصورة أو افتتاح الصورة إن صح التعبير ما دللت الموافقة ثم التراجع؟ أي إشارات سلبية وكيف تؤثر على الجو العام أيضا؟ هذا السلوك متعودين عليه من حركة حماس ولكن هذا لا يبني شيء بإتجاهات لمنا مثل البيت الفلسطيني وعادة اللحن الوقنية الفلسطينية بل بالعكس هذا يزيد الفرقة وبضع أي فرص لإنهاء اقتسام البريط لكن للأسف هذا السلوك وإنما أيضا هناك يدلل على أنه لا توجد عندهم محدث أداة قيادية بمعنى السلوك التوقيات عندهم ماضح أنه في تضارف وفي إرباك في قضية القرار نعم هم وافقوا في الفيديو يوم ثم تراجعوا عن ذلك هذا الجانب بالجانب الأخر هذا أنهم يقوموا بالنسبة عما يتحسوا بشكل مش بقيق يعني هم يتصوروا أن الفعالية خاصة الفعالية التي يحتبها شعبنا فلسطيني بالنسبة الشعير الرمز ياسع رفاد وكانها تأخذ من رصيده هذا ليس صحيحا لو تعاملوا بشكل إيجابي مع مجتمعنا الفلسطيني وهذه الحالات الرمزية الوطنية الفلسطينية هذا التغذير يتزيد يعني يتزيد برهم الناس ولكن الناسهم هم يتفعون دائما باتجاه التفعيد واتجاه التفعيل والبرضاء في داخل المجتمع الفلسطيني وهم الذين يجنون تلبية هذا لذلك نقول عليها أن تراجع مواقفها السياسي بشكل صحيح وإن أراض الثاني أن تذهب الانتخابات فيكف التضليل يعني عملية التضليل بأنه يريد أن تذهبون للانتخابات وفي نفس الوقت الممارسة عكس الذهاب الانتخابات هذا التضليل لا يفيد إذا أردت أن تذهب الانتخابات ونجعل فعلا صندوق الاقتراح هو الحكم وليس صندوق الاقتراح هو الحكم فبالتالي يجب أن نوفر الملاخات الملائمة لذلك ومن عام الملاخات الملائمة اللي هو حيانة تكرة للرموز الفلسطينية وخاصة أحام الرموز الفلسطينية الشيء يتعرف نعم شكرا جزيلا لك سيد روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والشكر موصول أيضا لسيد إياد نصر عضو المجلس الثوري للحركة سيدات وسادتي في محورنا التاني سنفتح وإياكم صفحة متعلقة باستمرار انتهاكات الاحتلال وهجم شرسة تتعلق بشقين الأول هو الاستطان والآخر مصادرة الأراضي والتي أخذت رقعتها بالاتساع بشكل مجنون في الآونة الأخيرة بعد تقرير الزميلة رايش تيوي سنرحب بضيفين جديدين ونفتح وإياكم بابا أوسع وأرخب للحوار منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967 قامت الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة بتشجيع الاستطان في الأرض الفلسطينية المحتلة كانت المرحلة الأولى من النشاطات الاستطانية في الضفة الغربية قد بدأت في ظل حكومة العمل التي بقيت في الحكم حتى عام 1977 من خلال ما عرف باسم خلطة ألون التي بدأت ببناء سلسلة من المستوطنات الزراعية على طول الحدود الشرقية مع نهر الأردن إسرائيل استخدمت آلية قانونية وبريقراطية معقدة للسيطرة على أكثر من 50% من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية احتلالها فمن الأدوات الرئيسة التي استخدمتها لبناء المستوطنات وتكريس مساحات أخرى لتوسيعها في المستقبل هي إعلان هذه الأراضي بأنها أراضي دولة بالإضافة إلى مصادرة الأرض تحت بند ما يسمى أغراضاً عسكرية أو إعلان الأراضي أملاك غائبين وأخيرها قانون التسوية الذي أقل عام 2017 ليصل عددها خلال عام 2018 إلى 198 مستوطنة مساحتها ما يقارب المائتي كيلومتر مربع بما في ذلك القدس الشرقية فمنسبته 48% من مساحة هذه المستوطرات أقيمت على أراضي ذات ملكية فلسطينية خاصة فيما تبقى من هذه المساحة أقيمت على أراضي صنفة أراضي دولة أما بما يتعلق بالبؤر الاستيطانية فقد أقام المستوطنون 230 بؤر استيطانية حتى عام 2019 يقتن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية ما يقارب 824 ألف مستوطن منهم 318 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة أما الطرق الالتفافية فهي الطرق التي أقيمت بهدف ربط المستوطنات في الضفة الغربية بعضها ببعض ومع الخط الأخضر فكثف الاحتلال حجمها كجزء من سياسة فرض الحقائق على أرض الواقع التي ستؤثر على إنشاء دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أو قابلة للحياة فشقت 940 كيلو مترا من الطرق الالتفافية واستمرارا في سياسة الاحتلال التوسعية أنشأت إسرائيل منذ عام 67 قواعد عسكرية تقدر مساحتها بـ 18.13% من مساحة الضفة الغربية ليبلغ عددها 210 قواعد عسكرية لإعادة رسم الجغرافيا والتخطيط لعزل أرادن بمساحة 715 كيلو مترات مربع أنشأ الاحتلال عام 2002 جدار الفصل العنصري الذي يتكون من قواعد عسمنتية بارتفاع يتراوح بين 6 مترات إلى 12 مترا أو سياج متعدد الخطوط عبر امتداد طولي يبلغ 771 كيلو مترا ليضم الجدار 107 مستوطرات إسرائيلية و60 بؤرة استيطانية يقتنها حوالي 87% من مستوطني الطفة الغربية المحتلة محكمة العدل الدولية في لهاي أصدرت فتوى في التاسع من دموز عام 2004 اعتبرت جدار الفصل العنصري مخالفا للقانون الدولي من أخطر مخططات الاحتلال عزم حكومته بناء مليون وحدة استيطانية جديدة في الطفة خلال الأعوام العشرين المقبلة نحو 30% منها ما يعرف بمشروع القدس الكبرى والقدس الكبرى هنا مشاهدين مشروع استيطاني لضم تكتلات استيطانية وهي معاليا دوميم شرق القدس المحتلة وقوش عطسيون جنوب القدس المحتلة وقفعات زائيف شمال غرب القدس المحتلة وعناتوت شمال القدس المحتلة إذن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال كما تنتهك المستوطنات حق الفلسطينيين في تقرير المصير وملكية الأرض وحريات التنقل شكرا للزميلة رايش تيوي حول هذا التقرير المفصل ومباشرة نفتح مجالا لحوار أوسع في كل الأرقام الواردة في التقرير وغيرها من الأرقام بصحبة ضيفين هنا في الستوديو السيد عيد مرار مدير الدائرة القانونية في هيئة مقامة الجدار والاستيطان مساء الخير أهلا بك معنا وأيضا أرحب بسيد سهيل خليلية مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج ينضب لنا من مكتبنا في بيت الأحم سيد سهيل مساء الخير أهلا بك معنا مساء الخير أهلا سيد عيد اسمح لي أن أبدأ من بيت الأحم مع السيد سهيل سيد سهيل في مراقبة الاستيطان أو وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج في الأون الأخيرة لا يخفى على أحد بأن هناك شراسة في المصادرة وفي البناء الاستيطاني ما الذي وثقتموه بالأرقام وحسب توزيع المناطق الجغرافية تفضل؟ يعني ما تم توثيقه من أرقام هو ما تم طرحه في الإعلام هناك آلاف الدنومات يتم ليس مصادرتها ولكن ما يتم الآن طرحه هو تجديد لأوامر عسكرية كانت قد أطلقت في الماضي يعني اليوم عندما بدأ الاحتلال ببناء الجدار كان يصدر أوامر عسكرية وهذه الأوامر العسكرية تقوم على استملاك لهذه الأراضي ولكن هي لها مدة قانونية معينة والاحتلال بشكل أو بآخر وبين قوسين يحاول الالتزام بالقانون على الأقل قانون الإسرائيلي قدر الإمكان فتنتهي مدة سريان الأمر العسكري ويتم إطلاق تجديدات ولكن مع هذه التجديدات تكون أيضا هناك تعديلات على إما مصار الجدار أو نوعية الجدار فهناك مثلا مصارات سيتم زيادة أطوالها وهناك أوامر عسكرية تحدثت عن تغيير شكل الجدار من سياج شائك إلى قواطع إسمنتية فبالتالي هي مختلفة بأشكالها أضف إلى ذلك كان هناك أوامر تفيد إلى توسيع مناطق نفوذ المستوطنات أو يعطاء موافقات لبناء أحياء جديدة فبالتالي هذا كله تزامن أيضا مع أوامر تم إطلاقها لتشييد طرق استيطانية جديدة التفافية الهدف الأساسي منها هو تعزيز الاستيطان بشكل منظم كل هذه الطرق التي يتم طرحها على سبيل المثال مثل طريق العروب أو الطريق الذي ينوي الاحتلال توسعه وهو المحاذي لشارع ستين كل هذه تهدف إلى ربط المستوطنات بشكل أكثر مع بعضها البعض تمهيدا لخطط التوسع المستقبلية التي يتم طرحها وهذا كله يتزامن مع ما قاله عدد من المسؤولين في دولة الاحتلال بأنهم يعزمون على أن يكون هناك مليون مستوطن بحلول أو بنهاية العام 2020 وهذه مقدمة فقط لما ينوي الاحتلال بداعه توسيع المخططات سيكون أكثر وأكثر في المرحلة القادمة لأن الاحتلال بشكل أو بآخر سنتحدث معك بشكل أوسع عن هذه المخططات وأيضا عن أكثر المحافظات ضررا منها لكن اسمح لي أن أنتقل إلى الشق القانوني وكيف تتابع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هذا التفشي في سياسة الاستيطان وأيضا مصادرة الأراضي تحت مسميات متعددة كيف تتابعون هذا الموضوع ما الذي فعلتموه وكيف تخططون لمواجهته مساء الخير أولا لك وكافة المشاهدين يا أخي الكريم أنت تعلم أن الاستيطان هو مشروع استراتيجي بالنسبة للاحتلال ولا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن تسمية الاحتلال الإسرائيلي أو صفته الأساسية إلا بهذه الصفة وبالتالي هو يختلف عن الاحتلالات الأخرى من الاعتبار أنه احتلال استعماري استيطاني واستبدال شعب مكان شعب والحقوق في فلسطين لا تتأتى فقط من خلال القانون وإنما هناك الكثير من المجالات التي يجب أو يمكن تصدي إليها للاستيطان من خلالها من ضمنها المستوى القانوني وإن كان القانون هو قانون احتلالي في الأصل يعني يصاغ من أجل تسويق وتسويق وتسويق الاستيطان ويترك ثغرة بسيطة للفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم من خلال هذا القانون ومن خلال هذه الثغرة بالإمكان إنقاذ بعض الشيء من الأراضي المستهدفة وحماية بعض الأبنية المستهدفة وهناك أيضا مستويات أخرى فيها يتمكن جدر الاستيطان للتصدي للاستيطان من خلال العمل الشعبي ودعم الصمود في موضوع القرارات الأمنية التي من خلالها يتم مصادرة الأراضي للبناء الجدران والطرق الأمنية هناك مجال ضيق للأطراض عليها وأن المحكمة العلية الإسرائيلية تقول أن الخبير الأمني المعتمد لديها هو قائد الجيش وبالتالي إذا أقر قائد الجيش بمشروع أمني مهما كان شكله فتأخذ به المحكمة ولا تستمع إلى أي رأي آخر سيد مرار فيما يخص الجزئية التي أتى على ذكرها السيد سهيل بأن هناك أوامر قديمة انتهت جرى تجديدها أي أوامر وضع اليد أو مصادرة الأراضي تحت مسمى استخدامها لأغراض عسكرية كيف ننظر إلى هذه الحجة الإسرائيلية في مصادرة الأرض أو تجديد قرارات وضع اليد على هذه الأرض ومصادرتها حسب القانون المعتمد وهو أوامر عسكرية ولكن هم يعتمدون في الأساس على القانون الأردني التي يتيح لهم استملاك أو استيطرة على الأراضي الخاصة الفلسطينية لأغراض أمنية بأوامر عسكرية تلوي عنق القانون لتلائم الهدف الاستيطاني هذا الأمر أو هذا القانون يتيح لهم للسيطرة على الأرض لفترة زمنية محددة وبالتالي هذه الفترة لا يمكن نفتحها إلى ما لا نهاية وهم بالتالي يجددون هذا الأمر من فترة إلى أخرى يعطونا الفلسطيني حق في الاعتراض لمدة 15 يوم ولكن طبعا كما قلنا طالما أن هناك حجة أمنية لا يمكن للفلسطيني اقتحامها والانتصار على هذا الرأي الأمني إذا أقروا الجيش نعم أنتقل إلى مرة أخرى لسيد سهيل سيد سهيل أكثر المحافظات استهدافا رغم بأن كل أجزاء الوطن مستهدفة لكن حسب ما تقومون بتوثيقه ما هي أكثر المحافظات استهدافا ولماذا برأيك تماما كما ذكرت هي كل المحافظات مستهدفة ولكن نعم هناك استثناءات أيضا من أكثر المحافظات تضررهم محافظة القدس تأتي في الدرجة الأولى يعني ما يحصل في القدس هو تهويد بشكل منظم يعني هو ليس فقط تهويد جغرافي ولكن ديمغرافي أيضا الاحتلال يعمل في القدس لضرب معالم الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى استيلاء على الأراضي والمباني وغير ذلك وحتى المقدسات طبعا هي مستهدفة بامتياز فلذلك دائما القدس هي مستهدفة بالدرجة الأولى وما يعمل إليه الاحتلال اليوم كما ذكر التقرير هو تأسيع حدود مدينة القدس للمرة الثانية على التوالي بعد احتلال ال67 وبشكل طبعا غير قانوني ليضم تكتلات استيطانية حول مدينة القدس من خلال هذه الضم سيتم زيادة مساحة مدينة القدس بحوالي 150% يعني اليوم مساحة القدس بشقيها الغربي والشرقي 125 كيلو متر مربع سيتم زيادة حوالي 175 كيلو متر مربع إلى هذه المساحة فبالتالي نتحدث عن مساحة ضخمة وبالتالي إعادة تعريف ديمغرافية وجغرافية المدينة المحافظات الأخرى نتحدث عن محافظة بيت لحم محافظة بيت لحم هي منكوبة بشكل أو بآخر يعني لأن ما يسيطر عليه الفلسطينيين في هذه المحافظة فقط يعني 13% من مساحة هذه المحافظة تخيل 13% من مساحة هذه المحافظة مملوكة للفلسطينيين ولكن الاحتلال ما زال يفرد سيطرته على الجزء الأكبر من هذه المحافظة خاصة في القسم الشرقي للمحافظة والذي يمتد إلى شواطئ البحر الميت هناك العديد من المصادرات العديد من الإعلانات العسكرية المغلقة وهناك طبعا تكتل الاستيطاني غوش عصيون والتي أتى على ذكره بالتقرير أيضا والذي سيتم سلخه من محافظة بيت لحم وضمه ضمن ما يعرف باسم القدس الكبرى يعني 73 كيلو متر وهي مساحة تجمع غوش عصيون الاستيطاني سيتم ضمها إداريا لمدينة القدس المحتلة وبالتالي هذه أيضا محافظة منكوبة هناك أيضا المحافظات المنكوبة مثل منطقة الأغوار أريحة وطباس كل هذه مناطق مضروبة يعني الاحتلال عمد بشكل ممنهج على تجريد المزارعين هناك من كل مقومات الحياة يمنع عنهم المياه والزراعة وجميعنا نعرف ذلك يعني قام بتهجير قصري للمزارعين للقاطنين في هذه المنطقة خلال خمسين عام من الاحتلال بحيث اليوم لا يتواجد من سكان منطقة طباس وأريحة سوى حوالي الربع وبالتالي يعني نتحدث هذه كلها محافظات منكوبة يعني وإذا ما ذهبنا إلى جنين ونابلس وطول كرم كلها أيضا مناطق مستهدفة يعني مثلا طول كرم وقلقيليا فقدت الكثير من أراضيها خلف الجدار الفاصل وتم محاصرتهم بالحواجز العسكرية وغير ذلك أنتقل بذات النقطة ولكن بشكل آخر مع السيد عيد سيد عيد أنتم في هيئة مقامة الجدار والاستيطان نجحتم باسترداد مساحات من الأراضي في مناطق مختلفة بالضفة بفعل جهود قانونية وأيضا بفعل جهود من المواطنين في مقاومتهم الشعبية ومشاركة مختلف الأطراف حدثنا عن هذه الجزئية ثم نريد منك أن نتحدث عن ما تسميها سلطات الاحتلال بالبؤر الاستيطانية أولا هناك الكثير من الانجازات القانونية التي من خلالها استطعنا تحرير الكثير من الأراضي الفلسطينية وأهمها ما يتم تحريره من خلال إلغاء الصفقات العقارية التي تدعي الشركات الإسرائيلية بشرائها بالتزوير من الفلسطينيين وكان آخرها في قرية بيديا حوالي 37 دنوم في الأسبوع هذا الحالي تم إنقاذها من وأنا كل كثير من الصفقات التي يتم إلغاءها وكثير من الأراضي التي يتم تحريرها بفعل الجهود القانونية الصيغة عندما نتحدث عن البؤر الاستيطانية أنا أعتبرها أن صيغة جديدة لشكل الاستيطان كل أشكال الاستيطان والعمل الاستيطاني في هذه الأيام هو يتمحور حول شكل محدد معروف حاليا يتمثل في وجود المستوطنين في شرنقات مقفلة شديدة الأقفال وشديدة الأمنية مربوطة بكيان الأم بأحبال سرية من خلال طرق التفافية ولكن المجال الحيوي في مناطق سي وإن كانت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية تبقى مجال حيوي للفلسطينيين للراعي الفلسطيني للفلاح الفلسطيني للسائح الفلسطيني للمتنزه الفلسطيني للمطارد الفلسطيني البؤر الاستيطاني الحالي التي تنتشر وتتصارع يكاد لا يمر الأسبوع دون أن تنشأ بؤر استيطاني هنا وهناك تهدف إلى السيطرة على هذا المجال الحيوي من أجل تقليل وجود الفلسطيني على هذه الأرض وتقليل حركة وتقييدها وفتح المجال وزيادة الثقة الثقة المستوطن الإسرائيلي في التنقل في هذه المناطق سيد عيد ما الذي رصد تموه من محاولات أو من محاولات أو ما تم فعلا على أرض الواقع فيما يخص بطبيض هذه البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات قائمة أعتقد أن الهدف منها ليس تكبيرها وعمل مستوطنات وإن كان هذا الهدف غير مستغرب معظم المستوطنات نشأت بهذا الأسلوب ولكن حاليا أعتقد أن الهدف منها ليس إنشاء مستوطنات وإنما الهدف منها السيطرة أو تعميق زيادة الثقة لدى الفرد الإسرائيلي أو المستوطن الإسرائيلي في التجول كيف ما شاء في هذه الأرض عندما تكون هناك بؤر حامية وتحمي ظهر هذا المستوطن وتخوف الفلسطيني خاصة وأن هؤلاء المستوطنين هم من غلات المستوطنين هم الأشد تطرفا في الاستيطان وعنيفين ولديهم الحماية الكاملة والتدخل السريع لإنقاذهم في حالات الخطر هم يشكلون الخطر وهم يوضعون حاليا على حافة الأراضي التي يتم صاردرتها كأراضي دولة وهناك أيضا مشروع تقدم به الجيش الإسرائيلي للحكومة الإسرائيلي من أجل السماح للفرد الإسرائيلي أو المستوطن بشراء الأرض وإذا ما تم ذلك فيمكن لمستوطن أن يشتري نصف ظنم في وسط أرض خاصة ويضع عليها بؤرة استيطانية زراعية كما هو الحال نهيك عن استذال ما يسمى بالمجال الطبيعي لهذه البؤرة الاستيطانية أو المستوطنة نعم وبالتالي قد ينجم عن ذلك أن تزيد حركة المستوطنين في مناطق سي وتفتح المستوطنات على هذا الهامش الجغرافي الواسع ويزيد تخوف الفلسطينيين من غلات المستوطنين ومن تمرد المستوطنين واعتداءاتهم وبالتالي تنقلب الأمور لتصبح الكرة الفلسطينية محاطة بالجدران لحمايتها من المستوطنين وباقي الأرض مفتوحة للمستوطنين وهذا خطر استراتيجي يهدد الفلسطينيين في أرضهم الضفة الغربية طيب أنتقل إلى سيد سهيل سيد سهيل كنا نتحدث معك عن وقائع تفرضها على الصعيد الديمغرافي سلطات الاحتلال في القدس المحتلة وفي غيرها أيضا هناك وقائع تفرض على الأرض بالقوة تهدد حل الدولتين كما حذر أكثر من مسؤول وأكثر من خبير ومحلل أمام هذه الأرقام وتصاعد وطيرة الاستيطان وتساع رقعة مصادرة الأراضي تحت حجج كثيرة أي خطر يهدد حل الدولتين وهو الحل المعترف به دوليا نعم هناك خطر وخطر جسيم ويجب أن ننتبه إلى الأرقام هنا وتحديدا ما يتم الحديث عنه في مقدمة ضم منطقة الأغوار وعندما نتحدث عن منطقة الأغوار يجب أن نعرف بأن نتحدث عن ما يسمى بمنطقة العزل الشرقية وهي المنطقة الممتدة من طوباص وحتى أريحة وحتى جنوب شرق جبال الخليل هذه المنطقة بذاتها تشكل حوالي 27% من مساحة الضفة الغربية يعني 1540 كيلو متر مربع وبالتالي نحن نتحدث عن تقريبا ثلث مساحة الضفة الغربية هذه المنطقة بذاتها العديقة الكثير منها معلن أراضي عسكرية مغلقة وهي موجودة على جندة كل حزب في إسرائيل يترشح في الانتخابات ويقول وكلهم متفقين على ضم هذه المنطقة هذا واحد من جهة أخرى إذا ما ذهبنا إلى الجانب الغربي من الضفة الغربية هذه الأراضي المعزولة خلف الجدار الفاصل لا أحد يعني نأتي على ذكرها وكأنه شيء عابر ولكن الموضوع ليس كذلك هناك 12.5% من مساحة الضفة الغربية يقع خلف الجدار الفاصل وإذا ما جمعنا هذا وذاك بالإضافة إلى الممرات الرابطة ما بين شرق وغرب الضفة الغربية في العديد من المناطق بالإضافة إلى المنطقة المعروفة باسم H2 في الخليل نحن نتحدث عن ما مجموعه حوالي 41% من مساحة الضفة الغربية يعني هذه المساحة هي مستقبل الدولة الفلسطينية ولكن الاحتلال يسيطر عليها جغرافيا سكانيا وإذا استعملنا ميزان الديمغرافي هناك أغلبية إسرائيلية للمستوطنين في هذه المناطق تفوق الفلسطينيين لأن الفلسطينيين غير مصنف لهم بالتواجد هناك هناك سيطرة على الأراضي الزراعية نعم أي تقصد المناطق المصنفة C تماما تماما هذه هي المناطق المصنفة جيم ولكن يعني أيضا هذه المناطق يعني هي لا تحتوي فقط أرض وزراعة ومستوطنين هناك مصادر طبيعية مهمة يعني أنا أتحدث هنا عن المياه جزء كبير من المياه الجوفية والأبار والينابيع موجود في هذه المناطق وهي تشكل يعني جزء مهم وحيوي لما نستعمله نحن كفلسطينيين من استعمالات يومية أو للزراعة أو للصناعة أو للتجارة فبالتالي سنفقد ملايين الأكواب من المياه في هذه المناطق إذا ما فرض الاحتلال سيطرته المطلقة عليها وبالتالي سنتطر إلى شراء الماء من الجهات الإسرائيلية يعني هذا لن يكون هناك مستقبل لا جغرافيا ولا حتى من ناحية سيطرة على موارد طبيعية فماذا سيبقى من حل الدولتين وهذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح ويتم التعامل معه بشكل جدي أكثر مما هو الآن شكرا جزيلا لك سيد سهيل خليلية مدير وحدة مراقبة للسيطان في معهد أريج على كل هذه المعلومات قبل أن نقفل الحوار في هذا الملف ونتقل إلى الملفنا التالي أختم معك سيد عايد أمام الأرقام التي أتى على ذكرها السيد سهيل والأرقام المتوفرة أيضا لديكم ما هي قراءتكم للمستقبل القريب فيما يخص سياستي الاستيطان ومصادرة الأراضي وما الذي يمكن أن نفعله أولا العقلية الإسرائيلية انسحبت من العملية السلمية ولا تؤمن في إقامة دولة فلسطينية ولا في حل الدولتين ولا في أي حل سياسي هم يؤمنون بإقامة دولة يهودية محد يهودية على أرض فلسطين كاملة وهذا ما تكشف في اتفاقية طابة في اتفاقية أوسلو كانت تنص على أن المجلس الفلسطيني صلاحياته تمتد إلى كل أراضي الضفة الغربية ما عدا قضايا الحل النهائي وفي اتفاقية طابة قسم الأرض إلى ألف وبا وجيم وكانت جيم 63% من أرض الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية هنا قتل رابين وتوقف الطبيق الاتفاقية وكان هذا يعني شيء واحد وهو الانسحاب من الاتفاقيات وإبقاء الأمر على ما هي حصر الفلسطيني في تجمعاتهم السكانية الموجودة حاليا وتضييق الخناق عليهم من أجل إجبارهم على الرحيل تدريجيا وما تبقى من الهارة ماذا يمكن أن نفعل سريعا في دقيقة سيد دعيد عندما نتحدث عن الجهود القانونية نتحدث عن جهود فردية عندما تقصر قامتنا عن مواجهة الاحتلال كما يجب للمواجهة أن تكون ولكن إذا أردنا أن نكون فلسطينيين تحت الاحتلال ونحترم أنفسنا ونجبر العالم على احترامنا يجب أن نمتلك مشروع مقاوم لهذا الاستيطان نواجه الاستيطان جملة وتفصيلا نواجه الاحتلال جملة وتفصيلا باستيطانه بكل شيء شكرا جزيلا لك سيد دعيد مرار مدير الدار القانونية في هيئة مقامة الجدار الاستيطان على كل هذه المعلومات سيدتي وسادتي بعد أن ننقل إلى حضراتكم انطباعات وكيف كانت الصورة اليوم في محافظة سلفيت عندما دعت المحافظة لدعم سمود المواطنين ومشاركتهم قطف ثمار الزيتون سننقل لكم كيف كان حجم المشاركة من قبل أعضاء المدرسة الثورية الذين كانوا طرفا في هذه الفعلية لدعم سمود المواطنين ثم نتحدث في إطار أوسع عن ما تعانيه محافظة سلفيت نحن هنا اليوم لنقول لهذا الاحتلال نحن على هذه الأرض باقون فتح بكل كوادرها وأطرها التنظيمية في المحافظات الفلسطينية ما كانت ولن تكون إلا إلى جانب أبناء شعبنا وفي هذا الموسم المبارك موسم قطاف الزيتون كان لزاما علينا نحن كأبناء حركة فتح بأطرنا المجلس الثوري والإقليم وأيضا في مواقع أخرى الإخوة في اللجنة المركزية من مشاركة مزارعنا الفلسطيني لقطف زيتونه وهي رسالة لهذا الاحتلال أننا لن نترك مزارعنا يواجه هذا الغول الاستيطاني ولا عربدت هؤلاء المستوطنين حيث يتسللون في عمق الليل اللي سرقت محصول زيتوننا هذا إن لم يقطعوا أشجار الزيتون ويلقي بها جانباً كل التحية لهؤلاء المزارعين الصامدين على أرضهم وسنبقى معاً وسوياً تنظم عادة هيئات عمال تطوعية بشكل سنوي هذا العام الحملة التطوعية الوطنية شملت كل مكونات المجتمع بشكل أساسي وفي كل محافظة تم الترتيب من قبل هيئة مكونات جدارستان مع المحافظة منظمات المجتمع المدني مع الأمن الوطني والمؤسسات المدنية ووزارة التربية والتعليم كل المؤسسات وتم تنظيم حملة على مستوى الوطن هذا تقريباً نحن في نهايات هذه الحملة اليوم هذا الحملة الشارك فيها المجلس الثوري لحركة فتح إقليم حركة فتح وكذلك هيئة مقامة جدار والاستطان ومحافظة سلفيت بدعوة من المحافظة واستهدفت مناطق قريبة من الجدار والهدف من ذلك هو توفير الحماية للمزارعين رفع مناوياتهم الوقوف إلى جانبهم وكذلك توفير إمكانية دعم نحن في حملتنا لا نتعكز على المزارع بأي شيء نحن نقوم بتوفير الدعم له تخديم الدعم للمزارعين القريبين من المساطنات والجدار لأن هذه الأرض يجب الحفاظ عليها هؤلاء المزارعين الذين يدافعون عن أراضيهم ويصمدون فيها بالقرب من المساطنات الأرئيل أو من المساطنات أخرى أو خلف الجدار هذه أراضي مستهرفة الدفاع عنها أو الأولوياتنا ثم تعزيز صمود المزارع ونحن ندرك أن هذا الموسم موسم الزراعي المزارع ينتظر من عام إلى عام صمودهم على هذه الأرض المهددة بالاستيطان لأهلنا في محافظة سلفيت ونحن اليوم بينهم من أجل أن نكون لهم اسمدوا وصابروا ورابطوا وبإذن الله سيكون النصر حليفكم أما رسالتنا إلى سلطات الاحتلال الإسرائيل التي تمعن في الاستيطان وفي بناء المستوطنات والجدار ومصادرة الأراضي شكرا لزميل محمد الشيئ الذي أعد لنا هذه المقابلات والآن نتحدث عن هذه الفعلية وأهميتها بالإضافة إلى مجمل ما تعانيه محافظة سلفيت كل ذلك بصحبة ضيفنا الذي انضم إلينا من سلفيت تعطوفة المحافظ اللواء عبدالله كميل مساء الخير أهلا بك معنا في ملف اليوم أهلا مساء الخير لك ولكل المشاهدين أهمية هذه الفعلية التي دعت إليها المحافظة وشارك فيها أعضاء من الثوري وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالإضافة إلى فعاليات المحافظة أيضا يعني هذه الحملة ليست الأولى في محافظة سلفيت ولكن ما ميز هذه الفعالية أن المجلس الثوري بعدد ليس بالقليل جاء إلى هذه المحافظة للتعبير عن وقوفه مع هؤلاء المزارعين الأبطال الذين يمارسون وطنيتهم باقتدار عالي خاصة أن هناك قصص نجاح وقصص بطولة جسدها هؤلاء المزارعين وخاصة أولئك الذين يمتلكون أشجار الزيتون بالقرب من المستوطنات هؤلاء الأبطال مورسة ضدهم أبشع الوسائل من كبل المستوطنين مورسة ضدهم الترهيب والترغيب أيضا للتسليم بأراضيهم كي تنظم لهذه المستوطنات المجلس الثوري جاء كي يبرك برسالتين الرسالة الأولى للاحتلال الإسرائيلي أن هذا الاستيطان سنقف ضده بكل ما أتينا من قوة هذا الاستيطان زائل لا محالة بفعل النضال والمقاومة الشعبية التي يمارسها الشعب الفلسطيني البطل في كل مكان وخاصة أولئك الأبطال الذين يمتلكون الأراضي بالقرب من المستوطنات ومعهم كل الشعب الفلسطيني الرسالة الثانية هي لهذا المواطن هذا المواطن البطل والصامد باسم الشعب الفلسطيني يدافع عن شرف هذه الأمة وكرامة هذه الأمة جاء المجلس الثوري ومعه إقليم فتح والدوائر الرسمية في سلفيت سواء كانت الأمنية أو المدنية أو الأهلية وكذلك هيئة مقاومة الجدار جاءوا كي يبركوا برسالة لهذا المواطن أنك لست وحدك إننا نقف معك وأنت تخوض غمار النضال والمقاومة دفاعا عن أرضك ودفاعا عن هذا الوطن الغالي طيب أطفة المحافظة الآن من هذه الفعالية وأهميتها إلى الوضع العام في محافظة سلفيت محاطة بالمستوطنات من كل حب وصوب هي المخزون الجوفي الحقيقي للمياه الفلسطينية والتي تصادر سلطات الاحتلال غالبية منابعها ومصادرها تكابد هي ومواطنيها ما تكابده كيف تتعاملون مع هذه الوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض ويكابدها أبناء القرى والبلدات في سلفيت نعم محافظة سلفيت أعتقد أنها من أكثر المحافظات استهدافا من قبل المستوطنين أكثر من 42% من أراضي سلفيت أصبحت تحت سيطرة المستوطنين والمستوطنات وهناك أيضا هجمة شرسة يمارسها الاحتلال في هذه المنطقة المستوطنات هنا لها طابع خاص لدينا مستوطنة أرائيل على سبيل المثال وهي مدينة سليطانية يتعاملون معها وكأنها مدينة نعم فيها مدينة ويتعاملون معها وكأنها مدينة فيها جامعة وفيها مرافق يستغلونها كمنطقة جاذبة للإسرائيليين بحيث يتم اعتماد مساقات للطلاب الإسرائيليين مساقات إجبارية لا تعطى إلا في جامعة أرائيل وبالتالي كل الطلب الإسرائيليين يأتون إلى هذه المستوطنة وهنا تشكل المستوطنة بكل مرافقها كمركز جذب للمزيد من الاستيطان عبر بيع الشقق السكنية فيها بأسعار زهيدة وبالتالي لهم سياسة جاذبة يمارسونها في هذه المنطقة سواء كانت أرائيل أو بقية المستوطنات هناك أيضا المياه التي تحدثت عنها يعني من أكبر الأحواض المائية في فلسطين هذا الحوض المائي الموجود في منطقة سيلفيت يستغل من قبل الإسرائيليين من خلال الشركة المسمى مكروت وبالتالي هناك استغلال بشع لهذه المنطقة وخاصة حتى على الصعيد البيئي كل الأوبئة تأتي من مخلفات هذه المستوطنات في الآونة الأخيرة تم القبض على العديد من الشاحنات الإسرائيلية التي تأتي من هذه المستوطنات تفرغ حمولتها من النفايات العضوية والنفايات السامة في أراضي بعض القرى في محافظة سيلفيت وبالتالي هناك سلوك إسرائيلي إجرامي يمارس عبر المستوطنين الإسرائيليين وبدعم من الجيش الإسرائيلي نشعر بهذه المحافظة أننا أمام دولة أخرى هي دولة المستوطنين التي تقاد من قبل مجلس الاستيطان الأعلى والذي يمارس ممارسات الدولة المارقة وهذه الدولة مدعومة من الدولة الرسمية الإسرائيلية وبالتالي نحن أمام هجوم دائم ونشعر بهذه المحافظة أن محافظة سيلفيت عبارة عن جزيرة محاطة ببحر من المستوطنات ما يستدعي وضع خطط دائمة لمكافحة الاستيطان والاتصدي لهذه السياسة سياسة الاستيطان عطوفة المحافظة أتذر عن المقاطعة هي فقط ليست جزيرة أيضا وإنما داخل المحافظة بين قرية وقرية وبلدة وبلدة هناك بؤر استيطانية ومستوطنات صغيرة الحجم تفصل ما بين القرى والبلدات بين شرق المحافظة وغرب المحافظة هذا الأمر يقطع وصال التواصل ويزيد من معاناة المواطنين في تنقلهم من وإلى هذه القرى عن هذه الجزئية ما الذي يمكن أن نشرحه للمشاهدين نعم هناك عنقيد حقيقة عنقيد من المستوطنات تلتف حول قرانا يعني العديد فعلا من القرى محاطة بالمستوطنات تجد قرية بروكين على سبيل المثال على يمينها مستوطنة وعلى يصارها مستوطنة وفي شمالها مستوطنة وكذلك بقية المناطق من كيف الحارس وما إلى آخره تخيل أن هناك بعض المقامات الإسلامية في قرية كيف الحارس يتم التعامل معها من قبل الإسرائيليين على أنها مقامات دينية يهودية تخيل أن هناك قبرا لأحد المعروفين في كيف الحارس يأتون الإسرائيليين ويقيمون الصلاة عليه أو حتى أن أحدهم أخبرني أن هذا قبر جدي يعني بالتالي الإسرائيليين يحاولون تزييف الحقائق وصوغ روايات لا علاقة لها بالواقع وكل ذلك من أجل دخول المستوطنين وممارسة شعائر بعيدة كل البعد حقيقة عن الديانة السماوية ونحن أمام حلقات متواصلة من الفعل الإجرامي الذي يقوم به المستوطنين المستوطنين تخيل أنهم يقوموا بسرقة ثمار الزيتون يحاولون عرقلة دخول الفلاحين الفلسطينيين إلى أراضيهم في المناطق المحاذية للمستوطنات إلا أن الفلاح الفلسطيني في هذه المحافظة يمارس بطولة حقيقية هناك بعض الحقول في داخل مستوطنة أريل وفي العديد من المستوطنات إلا أن أصحاب هذه الأراضي مصرين على الدخول إلى أراضيهم وفلاحة هذه الأراضي وجدنا أن بعض هذه الأراضي أفضل حتى من حيث الخدمة من الأراضي التي تقع خارج إطار هذه المستوطنات نحن نقولها بكل بساطة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وسيواصل مكاومته من أجل كنس هؤلاء المستوطنين هؤلاء الغرباء وبالتالي إرادة الشعوب لا تكر والشعب الفلسطيني صاحب إرادة صلبة صاحب إرادة قوية لا يمكن أن يكسر من قبل هؤلاء المستوطنين الشاذين وشذاذ الأفاق عطوفة المحافظ المواطنين في محافظة سلفيت بحاجة إلى إجراءات وخطوات لتعزيز صمودهم مثل الخطوة التي كنتم دعمتوا إليها وشركت فيها فعاليات حركة فتح ومجلسها الثوري وهيئة مقاومة الجدار والاستطان بماذا تعد مواطني المحافظة على صعيد تعزيز صمودهم من مختلف النواحي سواء كان فيما يخص أراضيهم ومقاومة إجراءات المستوطنين والاحتلال أو من خلال مشاريع تعد بها مواطني المحافظة نحن على تواصل مع دولة رئيس الوزراء على تواصل دائم مع القيادة الفلسطينية ولا رأسها السيد الرئيس أبو مازن وهم مهتمين بهذه المنطقة بالتأكيد ستكون هناك مشاريع كلها تساهم بتعزيز صمود المواطن في هذه المحافظة لدينا أيضا خطة محلية تساهم عملية تطبيقها بتعزيز صمود المواطن في كورانا وفي المناطق المستهدفة تحديدا بالآونة الأخيرة تم تمييز بعض الفلاحين الفلسطينيين وتحديدا أولئك الذين خدموا أرضهم باقتدار وتميزوا بخدمة هذه الأرض سيكون لدينا معهم بالتأكيد صفحة جميلة جدا من خلال إبرازهم كفلاحين نموذجيين وسيتم تكريمهم في المحافظة في الفترة القريبة القادمة هناك بعض المشاريع مشاريع الاستصلاح للأراضي الواقعة بالقرب من المستوطنات وهناك العديد من الجهات وأولها وزارة الزراعة وبعض المؤسسات الدولية ستساهم بتمويل عملية الاستصلاح لهذه الأراضي لدينا نعم هناك نقص في البناء التحتية بعض الشوارع التي تؤدي إلى بعض الأراضي نحن على تواصل مع كل الجهات الداعمة وبالتأكيد ستكون لدينا في الفترة القادمة ستكون لدينا خدمات نقدمها لهذا المواطن المناضل والوطني الحقيقي الذي يمارس وطنيته من خلال خدمته لأرضه عطوفة محافظة سلفيتا اللواء عبدالله كميل شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه الحلقة من ملف اليوم وبهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الإطلالة من ملف اليوم دوما أطيب المنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر